وفيه صورتين معايا صور تخض يعني حد معرفش مين اهو جاب ايه الناس بتقعد على الصور المواطنين والمواطنات والمتنزين المتنزات الناس اللي بروح يشين مهاوى يعني راجعهم استكتر عليهم انه ما يقعدوا على الصور رحطوهم زيت زيت عدم سيرات ولا زيت يعني اهو زيت محركات مين اللي عمل هذا الكلام ده منظر ده شكل احمره عامل اتكلم المحافظين وإكلم وقول وامشاء ده النهاردة حصل انا مش قادر رفهم يعني سؤال اما حد تبع المحافظة عمل هذا الكلام يحاكم رئيس حي ولا واحد بيفتي ولا واحد مش فاهم ولا واحد مريض نفسيا اللي عمل كده مريض نفسيا اللي عمل كده واحد لازم يحاكم تشويه 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 ولو مفيش حد من المحافظة او من الاحيار عمل كده يتحاكم رئيس الحي والمحافظ ليه لانه ساب الدنيا تعمل فيها كده هي كده يا اهمال يا مشارك في جريمة انا باحترم كل الناس انا ما اعرفش والله المحافظ اسموا والله ما اعرف مش ما تقول ليش مش عزار مش عزار انا دي في اسكندريا الواقعة دي دي واقعة في اسكندريا هل هذا يليق بعروس البحر الابد المتوسط هل هذا اسلوب انت عايز تمنع الناس تقعد فوق ليه يا سيدي انا عايز افهم ليه ما في كل شاط العالم الناس بتقعد هنا وتمشي وتروح وتيجي عايز تمنعها يا سيدي اعملها بشكل اعملها بشكل محترم لكن تروح انا مش قادر اسدق طيب انا برضو مش عارف والله يعني هل فعلا حد من الحي عمل كده انا الغد لا تبع عنديش معلومة انا بسأل اهي تساولات هل حد من الحي هل المحافظ عارف هل المحافظ شاف تبع هل رئيس حي تبع ايه معرفش تبع حي ايه حي وسط ولا حي ايه انا معنديش فكرة محط الرمل يعني مين يعرف هذا الكلام وهل قدام المحط الرمل اللي فيها فيها كل المؤسسات وفيها كل الناس ازاي ازاي يحصل يا جماعة ازاي يحصل ازاي الصورة دي لسه بكلم دولة مشاع السياحة ازاي تحصل هذه الصورة كيف نقبل علي انا مش قادر افهم انا انا والله 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 انا لست يعني مبالغا لو انا محافظ الاقليم ولا انا استقيل ولا لمشي والله ما اقعد انا من كسوفي انا انا مكسوف جدا ايه اللي بيأصل يعني انا 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 مش ادرا في ايه ده ايه اللي بيأصل ايه ده ايه ده ايه ده ده ايه يا جماعة يعني هيجي واحد يقولي اه تلاقي الناس اللي بعدين يشوفوك منهم لله البلد منها لله اه وفي الاخر هيجيبها في رائبة رئيس سيسي ده الكلام اللي مبارح علي عبد العالم قاله قال ما تصدروش مشاكل للرئيس اهو ده ده ترجمة حقيه الناس اللي مع الدين اللي كانوا بيعودوا هنا هقول لك منهم لله حتى حرموا علينا شوية الهواء. يا رئيس حايا عملوا يحاسب. يا واحد ارهابي بيحاول يسوى اه في هاتف سورة الدول م set up انا 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 اعمالوا بصوا مشłu للبلد اكيد اكيد بيكره البلد اكيد والله بيكره الرئيس والله العظيم والله العظيم لايه لانه التي بيحدد ده خلي الناس تشتبنى وتقول البلد ومستكترين طب اللي عمله كده يا اياها واحد قرآب عايز للبلد ناس تتغاض والناس تتولع يا اما واحد مسؤول غير مسؤول في كل الاحوال مين اللي فوق المسؤول عن محافظه اسكندريا مين الراجن المحافظو اسكندريا يا عم يا سات المعافظ هي انفعها وهيات ولادك ده ينفعها وهيات دينك ده ينفعها أنا مش عارب ما هي دي حاجات صغيرة يا جماعة أنا معرفش يعني ده ده حصل إنت بالليل حصل الصبح حصل الفجر طيب هو لما حصل مش فيه كاميرات بلت في الشارع يعني ما لفتش نظر حد من موجودين يا جماعة يا جماعة ما ينفعش ده صور طبيل جدا معمول سنة تلاتين سنة تلاتين معمول بقاله تسعين سنة معمول بقى 30 سنة يا جماعة اذا الشواهو بهذا الشكل انتوا عارفين هيحصل ايه ما يمفعش يتصلح هيهدوا هيتهد وناس هتجيب شوية ترامل من تحت يحطوه فوق يعني ايه المنظر يا جماعة ايه المنظر يا جماعة ما يديه حاجات صغيرة الدولة شوفه بتعمل ايه وبتروح فين ورئيس بيعمل ايه وبنخلي ايه وقاعدين وببص لقي واحد اهو اهو حطوا فوقها رامل اهو وحطوه عشان خطر ناس ايه يا جماعة اللي بيحصل ده ايه يا جماعة اللي بيحصل معرف معرف مش ده محافظ اسكندرية اللي كان زمان بيكنس الشارع مش ده هو ابراهيم ولا مش هو انا فاكر والله اي وهو لا لا محافظ اسكندرية كان عميد كله هندسة جايبينه في الشارع بيكنس اللي بتاع ديات في نوع من المشاركة البيئي انا فاكر الكلام شوفوه عندكم يعني طب ازاي سات المحافظة ما عرفش اسم حضرة والله ناس يعني مش ايه يعني اللي بيحصل ده يا جماعة ايه اللي بيحصل طب ليه نزعل الناس طب ليه التشويه ليه التشوه ليه يعني لو في منطقة عمل بنبع لو احنا هنده او هنغيره بعمل اقول ناقصة في منطقة عمل لاجنا حط زيت محرجات منتهي الدكتور عبد العزيز قنسوه اهو بيقول ليه ابراهيم اهو اهو هنوعد مدخلات ايه هنقول ايه يعمل ما هو قدامنا اهو قدامنا والله نفسي تسدد والله العزيم والله العزيم حاجة فعلا يعني المنطقة دي كانت من احسن المناطق اللي احنا بنروح نبص عليها ونمشي يا سلام وكل واحد يروح قاعد وكذا يعني ايه اللي فيها يعني ايه اعداء الجمال وعداء الطبيعة ايه السواد ايه اللي واحد يجيب لق شوف التفكير زيت محركات يعني مش نضيف وغحطه لناس ايه ده ايه ده ده تلوز بيئة فين وزارة البيئة ده المفروض وزارة البيئة هتنطافض وتقول الكلام ده منافي وكذا وكذا مش ده ضد البيئة ولا انا بقلف ده ضد البيئة اللي حصل زيت محركات المفروض ليه مكان معين اخلص منه بحطه وكده على الكورنيش وريحة زيت المحركات والناس رح نشوموا شوية تيوت كويسين لله الامر لله الامر